ويلا مع بعض نتعلم تكنيكي جديد طريقة تحويل أي صورة قابلة للأكل صورة غذائية إلى قماش قابل للأكل أكيد الكل شاف الفيديو اللي عملته للقماش القابل للأكل ولكن اليوم التكنيك شوي مختلف لأن الصورة بتكون ملونة والصور الملونة بيكون التعامل معها غير شوي وبهذا التكنيك بنقدر بنحول أي صورة ملونة شوفوا الصور اللي أنا طبعها لا قماش نستعملو كديكور في كيكات أطفالنا المرة رح أسهل عليك ورح أستعمل ملاقة الطعام واحد ملاقة طعام جيلاتين رح أحط عليها معلقتين ماء رح أحركهم كتير منيح وأتركهم تقريبا خمس دقايق لما كل حبيبات الجيلاتين تمتص الماء بعد ما يمر خمس دقايق رح يكون عندي الجيلاتين بهذا القوام اللي أنتو شايفينه الآن في الفيديو قوام شوي جاف رح أحطها في المايكرويف تقريبا عشر ثواني أو خمستاشر ثاني لما تصير سائلة وبعدين رح أضيف معلقتين لمعلقتين ونص من الكلسرين الكلسرين بيساعد على إعطاء الورقة مطاطية بيصير قماش مطاطي منلاقيه في كل المحلات اللي بيتبيع مستلزمات الكيك لازم يكون طبعا غذائي هون ببلج أني أنا بريشة نظيفة أفرد المادة اللي عملتها والمسحوق اللي عملته على الوافر بيبر رح أبدأ في الوجه الملون لورقة الوافر بيبر الملونة وبعدين رح أعمل ظاهرها وبعدين رح أكرر العملية مع ورقة صورة الكارس لازم طبعا الجليسرين لما تجيبوه يكون جليسرين غذائي قابل للأكل فهذا أيضا ممكن تلقوه من ماركة ويلتون بتلقوه من ماركات كتير خاصة في ديكورات الكيك بعدين رح أجيب النشا النشا أنا حطاه هنا بإماشة نظيفة ولفة وبستعمله بهاي الطريقة إنه ما بيكب عندي مرة واحدة ولكن بيعطيني رذاذ وهذا اللي أنا بديه بحاول إني بغطي الوجه وبعدين بأمسحه بريشة ناعمة تانية وبعدين بأقلب الورقة زي ما إنتوا شايفين بس شوي شوي إني أحرر الأطراف وبعدين أرفعها وبعدين برجع مرة تانية بحط عليها النشا فايدة النشا هون ريعطيني نعومة للورقة ويشيل الدبق اللي صار عندي نتيجة إضافة الجليسرين والجيلتين طبعا هي الورقة رح تاخد حاجتها منه بعدين أنا رح أحاول أتخلص من الزوائد عن طريق الريشة هنا رح أكرر العملية بصورة سيارة الكارس وبعدين رح تكون عندي النتيجة اللي الآن رح تشوفوها طبعا هنا بقدر بقص السيارة اللي حالها أو بقدر بقصها على شكل مربع أو شكل مستطيل زي ما أنا بحب هاي هي النتيجة شوفو قديش ليونتها قدي بقدر إني أنا أضمها بإيدي وأرجع أفتحها مرة تاني وما يسير لها أي شي بهاي النتيجة اللي بتجنن بتقدروا تتخيلوا قدام نقدر نعمل دي كورات سهلة ما بتاخد معانا عشر دقايق ومنقدر منعمل فيها أشكال احترافية وكيكات احترافية وهيكا منكون تعلمنا تكنيك جديد في عالم الكيك إن شاء الله يكون أعجبكم وشكرا شكرا على المشاهدة اشتركوا في القناة